اشتركوا في القناة المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجينيف والشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد لتجارة المحلية والخارجية وذلك للإعداد لاجتماعات المؤتمر الوزرية الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية حيث ستناقش مدير عام منظمة التجارة العالمية مع أصحاب سعادة الوزراء ورؤساء وفود المجموعة العربية المشاركين في المؤتمر الوزري المنعقد في مدينة جينيفا السويسرية خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من يونيو المخرجات المتوقعة لهذا المؤتمر كما تسعى المجموعة العربية للوصول إلى اتفاق على سياسات تجارية تساعد على التعافي الاقتصادي في ظل الظروف الحالية مع مراعاة الاحتياجات التنموية للدول النامية والدول الأقل نمواً ترجمة نانسي قنقر